قال الفضيل بن عياد يرحمه الله تعالى ويغفر لنا إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه وقال محمد بن إبراهيم اليعمري حافظ على الخلق الجميل ومر به ما بالجميل وبالقبيح خفاء إن ضاق مالك عن صديقك فالقه بالبشر منك إذا يحين لقاء